طيب في ظل هذه الأمور الكثيرة في النادي الأهلي نادي الأهلي كان فيه حكاية في الفترة الأخيرة بتاعت المنتخب ولي عيبت المنتخب وعايزوا يكملوا مع المعسكر وعايزوا يستعدوا للمبارات للصوبة الأفريقي أنت أمن الخشرة وقتين أنت عندك كواليس مهمة في اتفاق بين الأهلي والتحاد الكرة والأهلي والمنتخب إيه الكواليس أو إيه الأبديتس اللي حصلت في هذا الأمر؟ طيب هي القصة لها شكنا كريم شك إن النادي الأهلي عنده ارتباطات وشك متعلق بالأزمة اللي بين النادي الأهلي والتحاد الكرة فيما يخص سوبر الأبطال البطولة اللي هي منتظر أن يتم إطلاق النسخة الأولى منها الشهر المقبل اللي هي فيها أربع فرق اللي هي فيها أربع فرق فقصة النادي الأهلي وإعفاء لعبيها كانت مشتركة شوية بالقصة دي إن النادي الأهلي بيطلع بيانات عايز يعرف نظام البطولة المستحدثة اتحد الكرة ما بيردش فالنادي الأهلي استغل الموضوع وقال لك أنا اللعيبة يتم إعفاءهم طيب الكصة راحة لفين وده لم يتم الإعلان عنه كابتن حزم إمام كان في تواصل دائم مع كابتن خالب بيبو روي فيتوريا كان في تواصل مع مارسل كولر وهناك اتفاق لم يعلن إن بعد ماتش أسيوبيا ده أخذ بالك ده الكلام ده من إمتى من يوم الاتنين اللي فات أو يوم التلات اللي فات اتفاق ما بينهم إن اللعيبة هتطلع بعد ماتش أسيوبيا بمجرد الانتهاء يسافروا مع النادي الأهلي بشكل طبيعي جدا للسعودية معدى لعيب واحد محمد عبد المنام ده اللي كان عليه خلاف لأن روي فيتوريا كان شايف إن هو عنده أزمة في خط الدفاع حجازي مصاب الوينشو مصاب أسامة جلال مصاب فالعيب الوحيد اللي بيشارك أو السردبك الأساسي معاك هو محمد عبد المنام ولكن الاتفاق خلاص إن اللاربع العيبة الدوليين هيخلصوا الماتش ويسافروا بشكل طبيعي ينضموا للنادي الأهلي ويسافروا بشكل طبيعي بعد مباراة أسيوبيا يعني اللاربع عبتوا على الأهلي مش موجودين في ماتش تونس مش موجودين في ماتش تونس وده الاتفاق من بدري سيبك بقى من الكلام اللي اتقال اليوم الكام يوم اللي فاتوا إن لسه الأزمة ولسه الكلام لا هي الموضوع محسوم من بدري أنا بقول لك هو محسوم من بدري ما بين كابتن حازم وماما وكابتن خالي بيبو وفيتوريا وكلر اللي أربع كانوا بيتواصلوا مع بعض والموضوع منتهي ولكن كان بيصار إعلاميا فقط طيب ليه المنتخب عشان دي برضو نقطة مهمة ليه المنتخب كان مصر فيتوريا إن اللعبة دي تبقى موجودة وماتش أسيوبيا تحديدا القصة متعلقة بالتصنيف الناس بتقول لك خلاص ماتش أسيوبيا تحصيل حاصل مش فارق المنتخب كسب لا هم في اتحاد القورة وفيتوريا وجهز المنتخب شايفين إن الماتش بالنسبة له مهم جدا في حتة التصنيف عظيم فكرة إن أنا مخسرش فافقد نقطة في تصنيف